ضمن استعراض عسكري كبير احتفلت قيادة عمليات الرافدين بتخريج أفواج النخبة من منتسبي شرطة محافظة واسطة بعد إكمالهم دورة مكثفة لإعادة التأهيل تلقوا خلالها تدريبات عالية المستوى على حرب الشوارع وتطهير المدن ومكافحة العمليات الإرهابية اتلقوا تدريب على كافة أنواع القتالات في المناطق المبنية والمزروعة والصحراوية وكيفية تلقاء القبض على المجرمين كيفية تحرير قرى كاملة كيفية تحرير مدن كاملة وتتضمن دورة إعادة التأهيل الأمن التي خضع لها نحو ألفين مقاتل من قوات شرطة واسطة تخريج ثلاثة أفواج قتالية لتشكيل قوات النخبة ومكافحة الشغب والمهمات الخاصة حيث أعلنت قيادة عمليات الرافدين إنهاء استعداداتها الميدانية قبل بداية عملية موسعة ضد الخلايا الإرهابية النائمة ضمن مناطق حزام بغداد في مثلث المدائن إجبلة وشمال أصويرة هذه القطاعات حقيقة رمز للقوة والشجاعة ستكون هناك حقيقة عمليات على الحدود الفاصلة مع باقي المحافظات وشهد الاستعراض العسكري لتخريج أفواج المهمات الخاصة في مدينة الكوت حضورا رسميا وشعبيا واسعا نطاق بهدف دعم الجهود الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة واسطة المحاذية من أطرافها الشمالية لبعض مناطق التوتر الأمني نحن جاهزين ومعنويات عالية من أجل العراق ونحن جاهزين وين يكون إرهاب نحن موجودين نصدق إلى تؤكد القيادة الأمنية في محافظة واسطة أن إعادة تأهيل ثلاثة أفواج قتالية من القوات المحلية وفق تدريبات مكثفة لحرب الشوارع ومكافحة العمليات الإرهابية سيؤدي إلى نقلة نوعية في أداء جهاز الأمن لمحافظة واسطة من أطراف مدينة الكوت أكرم ربيعي الحرة